موسيقى طيب الله وقاتكم عزيزي المشاهدين بكل خير وآهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين نستقبل اتصاراتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب فاصل ونعود إليكم محاربة الفساد إصلاح النظام السياسي إصلاح المجتمع إصلاح منظومة الدولة بل تكريس مفهوم النزاهة كلنا نقف جميعا مع فكرة الإصلاح كيف يستطيع أحد أن يحارب الفساد وهو فاصل يعني الآن هدف واحد أمامنا من السابق لأوانى الحديث عن تشكيل كتلة مستقبلية الآن أكو هدف يجمعنا هذا الهدف هو الإصلاح الحقيقي الإصلاح الحقيقي الإصلاح الحقيقي في ليلة الاستجواب في ليلة الاستجواب يغلق التلفوني صراحة في اليوم الثاني قبل ما دخلت للاستجواب في غرفة سليم الجبوري جاء علي يعني للبرحة أربعين مرة اتصلت بيك وما حصلتك أنا كنت قاعد يم السيد النائبة موضوع تحلينا حنان الفتلاوي بيقول لي يمها نعم مقابل 2 مليون دولار 2 مليون دولار 2 مليون دولار وقال لي هس العرض قائم هس العرض قائم إذا تقبل الاستجواب تشحب حنان الفتلاوي الاصلاح والتغيير ومحاربة الفساد وقد تعاملت معه الحكومة ككرة نار تحاول إلقاءها على البرلمان تشاومني على عقود الجيش هذا اتفع ثمن الآن هذا الآن الآن تحتفظ بكل الأسماء والألف ألف وثمائة همر يسميها محمد الفربولي صفقة سيد الرئيس ألف وثمائة همر من الولايات المتحدة يموتون بها جنود العراقيين كل همر يستفادون منها 200 ألف دولار سيد الرئيس تحتفظ بكل الأسماء الرئيس مجلس النواب المحترم أهلا بكم من جديد عزائي المشاهدين نتحدث في هذه الحلقة حول تمويل إيران لأحزاب توصف بأنها سنية طبعا الحديث المتداول على نطاق واسع داخل الوسط السياسي في العراق خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تمويل الكتل السياسية العربية التي توصف بأنها تمثل أهل السنة وأحزاب الأقليات من قبل إيران أو أنها عرضت تمويلا عليها في هذه الانتخابات وجد أخيرا من يردده على مستوى رسمي من خلال تصريحات وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس والتي تضمنت اتهاما صريحا لإيران بالساعي للتأثير في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر تنظيمها في شهر مايو آيار المقبل يقابل ذلك حديث مشابه داخل أوساط مقربة من التحالف الوطني الحاكم في العراق عن وجود دعم سعودي لكتلتين مقتداء الصدر الذي سبق عن زارة السعودية وحيدر العبادي خلال الانتخابات لم يتردد وزير الدفاع الأمريكي بالقول في تصريحات صحفية لدى عودته من جولة في الشرق الأوسط وأفغانستان يوم الخميس والجمعة الماضيين بأن إيران تحذو حذو روسيا في العبث بالانتخابات العراقية وزير الدفاع أضاف بأن لدينا أدلة مثيرة للقلق على أن إيران تحاول التأثير باستخدام المال في الانتخابات هذه الأموال تستخدم للتأثير على المرشحين وعلى الأصوات باعتقادنا يقول أنها ليست كمية ضئيلة من الأموال وهذا أمر غير مفيد أبدا وأشار إلى أنه يتعين على إيران السماح للعراقيين بأن يختاروا مستقبلهم طبعا على الرغم من أن الدعم الإيراني للأحزاب والكتل السياسية وتحديدا الكتل التي تدعي تمثيلها للمذهب الشيعي منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 ولغاية اليوم معلن ولا تنكره هذه الأحزاب أو القوى بل وتثني عليه باستمرار هذا أمر معروف إلا أن الإنزعاج الأمريكي اليوم نابع من دخول إيران في ساحة التأثير على القوى الأخرى القوى السياسية الأخرى وأحزاب الأقليات خاصة في نينوى وكاركوك تعر أو إيران قدمت تمويلا ماليا ودعما لمشاريع تنموية في المدن السنية المدمرة التي احتلها تنظيم داعش أو عاثت العمليات العسكرية فيها الخراب والتي تبلغ مساحتها من إجمالي مساحة العراق نحو 47% تشمل هذه المناطق طبعا محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالة ومدن جنوب وغرب كاركوك وشمال بابل وحزام بغداد إيران تعمل على استغلال انقسام البيت الكردي كذلك خصوصا بعد استفتاء قليل كردستان الخاص بالانفصال عن العراق ومستفيدة من الانفتاح المتزايد من معسكر السليمانية الطالبانيين على إيران وفي السياق أوضح قيادي بارز بالتحالف الوطني الحاكم في العراق وهو لديه منصف في الحكومة بتصريحات لصحيفة العربي الجديد وهو حاليا موجود في لندن يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بقلق كبير من خطوات إيرانية لكسب أحزاب سنية عراقية في غرب وشمال العراق والعاصمة بغداد من خلال دعمها ماديا بسبب عدم قدرتها على استعالة نفوذها السابق أثر نقمة السكان السنة عليها ووفقا للمسؤول فإن الإيرانيين ومنذ زيارة مستشار المرشد الإيراني علي ولايتي لبغداد الشهر الماضي فتحوا قنوات اتصال مع أحزاب سنية بينها إسلامية وأخرى قبلية لكن هل تم تم ويلها يتساءل ودفع المال لها أم لم يكن هذا والتأكد منه لم يتم التأكد منه كما يقول أضاف لكن من ظاهر الحملات الدعائية الانتخابية والإنفاق الكبير يبدو أن لديهم أموالا رغم أنهم كانوا يقومون بالشكوى من مسألة ضعف إمكانياتهم المادية في السابق وإغلاق عدد من مقراتهم لعدم قدرتهم على دفع تكاليفهم نريد أن نستمع إلى أصواتكم وعزائي المشاهدين حول التدخل الإيراني في دعم أحزاب سياسية تدعي تمثيلها لأهل السنة في المحافظات الغربية في الانتخابات المقبلة ماذا تريد إيران من هذا الدعم ماذا تهدف إيران من وراء هذا الدعم لهذه الأحزاب معناه اتصال أبو عمر من السليمانية تفضل أبو عمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هذا كالذي القراءة الرافدين حياك الله ورحمة الله ذكرت جنابك الكريم أنه إيران تدعم بالمال لأحزاب السنية نعم جين أنا هذا الكلام مصراحي ما يخوش بعقلي هي إيران دور بالزبال أكل حيلا موال من جايبت هذا أخذ من التحالف الشيعي التحالف الشيعي قام بفرقة هو ويبعض الأحزاب السنية فرقة المال أكثر من ألف مليار دولار يلا ها السواجب عليكم وطاحة أن تلبوني الأوامر نعم نحن نجيبوا الفلوس طلعوهم من البنوك من جو القاع وإن داخلية جيبونا يادا نريد نقنعها بها الأحزاب السنية الجديدة والقديمة نقنعها من الرشيل ونأخذ منعز بتحافدات بحيث يقفون ريالة بالانتخابات يدعمون لكن على الأسف نطلق مصطلح السنة على هؤلاء نعم نحن نقول يدعون تمثيلهم للسنة نعم نحن نقول يدعون تمثيلهم لأهل السنة والله سيد العزيز هم يدعون أو ما يدعون فأحنا ما نفهب أنه حتى ندعو نعم نحن نكشف حقيقة مسألة السنة السنة هو منهج أنت منهج إذا كان مهج مجوسي ما يجوز نحن نقول عليهم السنة السنة ما أخذ عليها الآن مجازا كمصطلح كيف تطلق على السنة والجماعة يعني سنة الله ورسولة وهذه صعبة يعني قليلة نادرة غريبة الآن سنة الله ورسولة غريبة هنا بالمجتمع بصراحة فأحنا نطلق عليهم منهج المجوس منهج اليهود يعني دولا كلهم بالأساس ونفردح إلى حقيقتهم نعم حقيقتهم أبو عمر أشتهدف إيران من هذا الدعم أبو عمر إيران فيه تشتري الأول والتالي بصراحة وهذا حق أنا ما ألومار لكن يقص ما يجي يريدي يمدح بالعراقية وبالجنسية وبالوطنية وبالظمية أقول لهذا واحد يعني أنت ما شبعك من هالكذب هذا تكلف على العالم الجنسية والعراقية والوطنية والقومية طب حك حدي على العالم ولك مكاطعات ولك أنت شير بطكم من العجم المجوس بحيث تقبل منعجم أموال لا وطنية لا قومية لا للغة لا عشية لا صهام لا جنسية فهذا الدليل على أنه كلب المصطلحات التي تطلق العراقي والمادي شنو أنت عليك الدينك أنت ترك الدينك لما صرت نضحك لها أولا المجوس أنت لو ما تارك دينك ما كان صارب حالك هذا الحال قيل أنت لو ترجع إلى دينك شوية يا رب الحالمين هو يساعدك مو للدين هو أن ترجع لأ تحمل السلاح لا الدعوة إلى الإسلام الحقيقي قيل جميع رسول عليه الصلاة والسلام أنت لم تردك هذه الكلاوات والمسميات القومية والوطنية هل كل ضحك على حالك شكرا بالقومية والوطنية كنت تربح وصيرين أجلكم الله إلى المجوس واليهود والمحولية شكرا بالوطنية ماشي برأيك لماذا وزير الدفاع الأمريكي لماذا متخوف من تمويل إيران أو دفعها أموال لبعض الأحزاب وهو ما عنده غير حجة يا أستاذ عمر ما عنده غير حجة هو يعرف هذه الأموال المسروقة من العراق سرقة نوري سرقة حنان هسه سرقة حيدوري سرقة نوري الأحزاب من التحالف الشيعي كله سرقة أنططة الخمس المرجعيات كله مش ترك ليش يعبر القطرة المرجعيات ما سخت على هذا الشي ما حقوله تعرف بشريقات محشرات المليارات وتسقط مئات المليارات وتسقط ما تحرقهم مستحيل لأن هذه الأموال بريطانيا باسم من يابا باسمي 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 باسم قناة رافجين هذا الأمريكي اللي داي يدعي الأموال قالوا نعم هذا الأمريكي اللي داي يدعي ما عنده غير حجة هو يعرف كل جيد بس أنا الشك بالانتخابات هذه إما تقام وإما ستصبح هناك مشاكل بالمنطقة بصراحة لا تحمد أقبائها وإن شاء الله تكون غضب على إيران وعلى كل أتباع إيران اللي يكفون وإيران ويكفون وإيه كل دجال خليث ومنافق وكل خائن وعميل بحين الله وإن شاء الله تكون بردا وسلاما على الغرباء من الله ورسوله أبو عمر من السليمان يكلم معنا شكرا لك طبعا هذا المسؤول لفت إلى أنه قد يكون انطلاق مشاريع خيرية وتبرعات داخل مدن شمال وغرب العراق ضمن دعم إيران لهذه الأحزاب من جهته قال النائب كاظم الشمري وهو رئيس كتلة تحالف القوى الوطنية في البرلمان بزعمة إياد علاوي في حديث كذلك مع صحيفة العربي الجليد بأنه للأسف نرى بعض الأحزاب السنية قبلت على نفسها استقبال أموال من إيران أو من دول أخرى وأعتقد بأن أي حزب سني أو شيعي أو أي تسمية أخرى يقبل على نفسه أن يستقبل أموالا من خارج الوطن سواء من إيران أو غيرها غير أهل الثقة أو تمثيل دشارة ولفت إلى أن أي حزب من هؤلاء لا يمثل العراقين وهو بات يمثل الجهة التي منحته الأموال ويقوم بتقديم الخدمات لها شدد الشمري على أنه يجب الآن تفعيل قانون الأحزاب خصوصا بان تمويل الأحزاب والكشف عن مصادر أموالها وأرصدتها وأعرب عن اعتقاده بأنه آن الأوان أن نطبق القانون فنحن نرى أن هناك أموالا بدأت بالتدفق للشارع وبكثرة وهذا دليل على وجود تمويل خارجي مثل إيران ودول أخرى وختم بالقول أنه يتعين على رئيس الوزراء وعلى المفوضية أن تطبق قانون الأحزاب بحق كل حزب سياسي القيادي في تحالف القوى العراقية النائب عن محافظة الأنبار حامد المطلق قال بأنه لا يستغرب تمويل إيران لأحزاب أو قبول أحزاب بالحصول على تمويل خارجي لفت إلى أن هذه المعلومات خطيرة لأن أخذ تمويل من إيران أو غيرها خطير وسيدمر العملية الانتخابية والديمقراطية في العراق أعرب عن اعتقاده بأن إيران لا تريد الاستقرار للعراق وهذا ما نشهده يوميا ونلمسه واعتبر بأنه يتعين على مفوضية الانتخابات أن تكون واعية وأن تكون نزيهة وحرة وأن تكون الأمم المتحدة حاضرة وتراقب العملية السياسية كذلك العضو بالتحالف الوطني الحاكم كاظم الصياد قال بأن كلام وزير الدفاع الأمريكي لا قيمة له واتهم واسنطن بأنها من تتدخل وتمول وأضف الصياد بأنه يوجد دول تحاول أن تصنع جيوش مرتزقة لها في العراق من السياسين اتهم الأمريكيين بأنهم متورطون على مستوى الانتخابات في دعم أطراف على حساب أخرى وحول وجود دعم إيراني لقوة السياسية السنية قال الصياد إنه يوجد بعض الأحزاب نعم لديها موارد مالية كبيرة متأتية ليس من إيران فقط بل من دول أخرى معروفة الاتهامات لإيران يوجد اتهامات مواثلة لرئيس الوزراء حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتلقيها دعم سعودي وتوجه أطراف داخل الجناح اليميني المقرب لإيران في التحالف الوطني الحاكم اتهامات لكتلتي الصدر والعبادي بحصولهم على دعم سعودي في الانتخابات وأن الرياض تسعى لحصول العبادي على ولاية ثانية كونه الأفضل في هذه المرحلة نقرأ بعض رسائل واتساب حول هذا الموضوع يقول ما من عاقل يقتنع بأن المرشح الذي يصرف على حملته الانتخابية مليار دينار أو أكثر أو أقل هو من أجل تقديم الخدمة للمواطن والوطن تساؤل واقعي يقول أخ أمر لماذا سكتت المرجعية منذ دخول الاحتلال الأمريكي وكذلك على تدخل إيران وتنفيذ أوامر القتل وتصفية الكفاءات وكذلك سرقة إيران حق النفط خانة وحق المجنون في الرسالة أخرى يقول من جعل إيران تتمدد في العراق وتتمادى على العراق أليس أمريكا والخوانة الذين أتوا من إيران ويدعون بأنهم عراقيين وولاءهم إلى إيران أين أموال الشعب العراقي منذ العام 2003 إلى هذا يومنا المسؤول الأول والأخير هي أمريكا لأنها احتلت العراق باطلا كما يقول وأتت بناس سراق وقتل وولاءهم ليس للعراق فهنا المفروض الشعب ينهض نهضة واحدة ويد واحدة ويقتل الطائفية التي قتلت الآلاف بدل التي قتلت الآلاف وتقوم بقتل الطائفية وتصبح يد واحدة مثل ما كانت قبل العام 2003 في رسالة أخرى يقول إيران تريد استغلال حالة الدمار في المدن السنية من أجل فرض مفوذها لكي تضمن سيطرتها على المنافذ الحدودية وأحسن طريقة هي تمويل أحزاب تدعي بأنها سنية وفي الحقيقة هي أحزاب تتبع من يقدم لها المال من أجل البقاء في المناصب أما أمريكا فهي تتبادل مع إيران في الأدوار معنى اتصال حسن من الموصل فضل حسن السلام عليكم أخي عمر وعليكم السلام ورحمة الله تحياتي لك الكادر القناة والمشاهدين الرافضين حياك الله أهلا وسهلا بك الله يحييك بالنسبة لهذا الموضوع يا أخي التمويل يعني الحكومة مالنا كلها موالية لإيران بالنسبة للتمويل للأحزاب ويدعون أنه سنية فهذا الشيء يعني السنية لم يمثلون لا سنة ولا شيء اللي موجودين كلهم عمراء لإيران طبعا نعم أما بالنسبة للتمويل إيران يعني لو لا حكومة حكومة مالنا صادقة وهي لا ما صادقة المهم كانت إيران وامريكا يتبعون كل واحد خمسمائة مليار اللي أخذوا الأموال وخيرات العراق أمريكا وإيران وإيران برجة الأولى جميع معدات من المستشفيات للأجهزة الأسلحة المهم كله عند إيران أكثر من 700 مليار دولار هي أخذت فما مستغرب يعني إلى تمول الأحزاب لأن الأحزاب هي أصلا يعني هم عراقين بس موالين لإيران والحكومة كلها موالية لإيران وهي تنسب برحتها على كيف يعني نعم برأيك أنت إيران اشتهدف من وراء هذا التمويل طبعا يا أخوي مصلحتها مصلحتها بالدرجة الأولى وهي موغلة بالعراق وتريد بالدرجة الأولى مثل ما يدعون يعني الشاسة مالتهم أنه يعني هم مسيطرين تقريبا وعدهم نفوذ قوي في العراق اشتهدف من تمويل أحزاب سنية تدعي تمثيلها للسنة في مناطق وسط وغرب العراق نعم نعم هي تستغل الوضع وهي بيدة يعني بيدة اللي حرمتهم خاصة اللي في الموصل وباقي المحافظات الأخرى كلتهم بالمخيمات نعم فهذه كلتها إيران تخطيط خلتهم خلتهم الساعة وقت الانتخابات رح تقدم لهم بعض الأشياء وطبعا حتى ما تقدم لهم هم بالميليشيات مسيطرة عليهم بالسلاح رصبا عنهم ماكو رصبا عنهم هنينتخب اللي يريدوه يعني واضح إيران يعني مثلا يعني تعرف كل دولة لما تمول وتدعم هناك شروط يعني مثلا لما تعطي الحزب الفلاني أموال أكيد رح تشترط هناك من يتكلم من المراقبين بأن هناك ضغوط من إيران على الأحزاب التي تدعي تمثيلها للسنة للتحالف مع كتلة معينة كتلة مرتبطة بإيران مباشرة وترضى إيران عليها يعني 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 أنا أعطيك فلوس مقابل أنه أنت تنفي شروطي تروح ويا الكتلة الفلانية تتحالف مع الكتلة الفلانية تعمل حكومة مع الكتلة الفلانية حسن أكيد 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 هذه هي قتلك يعني انبرمج الأمور كل تدارسية وواضح هم طبعا يستفادون كتلة هذه موالية 100% الإيران طبعا يمولوها وهذه حتى تصل إلى اللي ما يريدوه بعدين يقومون ينفذون أنجدتهم اللي يريدوه ينفذوه من القتل والتهجير وهي التهجير والله معلومة وهم يريدون والمعروفة المقربين اللي هم معروفة يعني نعم أنا أشكرك حسن من الموصل شكرا حسن من الموصل معنا اتصال أبو حسن من بغداد تفضل أبو حسن السلام عليكم أحترام وعليكم السلام ورحمة الله الله يبارك بيك مصطفى عمر حياك الله أستاذ العجز هدف من التدخل الإيراني هو ابتداء العراق يعني من الزمان شغل حصل على فرصة قبل عام 80 وما قد رأوا كان الشعب متوحد وفي غيادة قوية لما جاءت جاءت الفرصة كان حصار ومؤامرات تغلوا الفرصة ومزاعدت الأمريكان نعم يعني شغل تدمروا البلد يعني هيكل ما تدمروا ومع الأسف دولة يعني أما خصوص دولة السياسي السياسي المحسوبين على السنة رروا على أنفسهم ومن يكونوا أذن الله وعديد العجم كل واحد هذا سار بنهج العجم هذا لا إلا ما أعرف شونا حسن نعم فإن شاء الله يعني يعني اللي بيدينا شنوه هذا تنزير نعم تنزير لا مرد تجاوز أرجوك بدون أي تجاوز نعم مو دسوفيا أخوي عمر يعني يسير بالبلد ماشي هسه أنت برأيك ما تهدف إيران من هذا التمويل يعني شون شروطها برأيك تدميرها أنا برأي هذا يعني أول شي تدمير ما تفقى من السنة طول عام يعني من رابعنا يعني ما يبقون بهم شي والبقى بهم يعني يخلون تحت رحمتهم يعني شون قبل كانوا يطلعونا بتلفزيون العراقيين وكانوا احتلونا الإنجليز يعني بوقتها نعم يدبوننا خبز يعني يدبونوا صمون للناس يعني يعني يشمرون عليهم صمون فالشي يعني الحكي لهم يردون هيته يصير بالعراق نعم بس ايرادة الله اقبر من كل شي واتمنى يعني شعبنا العظيم اللي 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 عن تاريخ خلي خلي العراقيين يرجعون للتاريخ شوفون تاريخ العراق فينه يخرون يخرون عن تاريخ العراق لك اتفلهم الغيرة نعم ابو حسن ابو حسن ابو حسن من بغداد كان معنا شكر لك معنا ابتصار كذلك من بغداد انس فضل انس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تحية خاصة الغناة الراف الدين الموقرة حياك الله اخي العزيز بس اوجه بس الشعب العراقي رحمة الوالديكم رحمة الكل شي مقدس حدكم او في الدين لا تنتخبون واحد متلطق بالدين بحجية السياسة دولة ما يفيدون ذولة سووا بنا ما سووا بنا واشن وصلنا هالحال من وراهم نعم بس يفيدك بس مو يفيدك انت كشقت كون يفيد العامة عامة المجتمع بكائب للهم نعم نعم انس انس من بغداد شكرا لك اعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود اليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نايلسات على تردد 1-23-80 افقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الالكتروني عبر الانترنت اهلا بكم الجديدة اعزائي المشاهدين معنا اتصال ابو ناصر من تركيا تفضل ابو ناصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الحياة لحضرتك والقناة الرافديين وكل الكادر حياك الله احنا عدنا رسالة اصلنا ياها يعني احد المشاهدين قال لك ما معقول انه مرشح يصرف لمليار دينار او اقل على دعاية الانتخابية لكي يقدم خدمة للوطن والمواطن بالفعل هذه الاموال الكبيرة التي الان تصرف على الدعايات الانتخابية وهدايا يعني هناك مرشحين يصرفون مئات الالاف من الدولارات من اين جاءوا بهذه الاموال ومثل ما قالت الادارة الامريكية وهي عدها علم مسبقا بانه ايران تتدخل بشؤون العراق من الالف للياء نعم وساكتين وهم مراضين على التدخل هذا بس هو اكون شيء استاذ عمر ما تدخلت بي ايران وهي الادارة الامريكية ما تعرف بان ايران مسيطرة على كل مفاصل الدولة دعا ايران استاذ عمر للأحزاب هو لإبقاء العراق تحت الهيمنة الايرانية وحتى السنة تقدم لهم دعم يكسبهم وفعلا قدرة تنظمهم تحت اجنحتها نعم وامريكا موافقة وباصمة بالعشرة على تدخل ايران ومحتاح لهذا التدخل ماشي شنو هدفها من دعم الأحزاب اللي تدعي تمثيلها للسنة هو يردون هم أخذوا السيطرة والموافقة من الشيعة ويحاولون أن يأخذوها من السنة ومع الأسف نقول مع الأسف الأحزاب الأحزاب مع الأسف نقول والله العظيم الشعب كل الديان يؤرف وبكل أطيافه بان ايران مسيطرة على كل شيء بالعراق المفروض يفهم بان ايران مستحيل تريد استقرار العراق لو نسينا تفريحات الملالي بقصة العراق أستاذ عمر نعم واعتبار الجزء من ايران ولو أكو واحد من المسؤولين أو المعنمين أو البرلمانيين عند غيرة على العراق يوقفون ايران أدحدها ويقولولها مو من حقهم أن تدخلوا بشؤون العراق وأريد أسأل يعني الايرانيين هم يقبلون أحد يدخل بشؤونهم كل الميليشيات دعمها وتمويلها من ايران نعم تقبل ايران يروح اي واحد عراقي ويأسس ميليشيا بداخل ايران تأتقل وتقتل وتعذب بالايرانيين أخي أستاذ عمر حتى اللجنة المشرفة على الانتخابات يتحف في طارة ايران اللي يحكمون العراق ما لهم اي كلمة وما مسموح لهم أن يتخلوا اي قرار بدون موافقة قاسم اسليماني وملالي ايران ولا شنو معنى تجول قاسم اسليماني المستمر بالعراق ماشي اشتهدف من هذا الدعم برأيك انت هو السيطرة الكاملة من كل الاطياث العراق اللي بالعراق سيطرة كاملة على العراق وكسبوا هم السنة هسا مع الاسف هذول السياسيين السنة اللي باعوا كرامتهم بحسنة من الدولارات وهي ايران مسيطرة سيطرة تامة وكل العالم يعرف بانه ايران هي الهى القرار الاول والاخير قولنا مثل ما قلت لحضرتك يعني لو ما ايران هي مسيطرة شنو معنى قاسم اسليماني هذا استمرار اللي يدخل بالعراق يا اخي قاسم اسليماني اذا يقضي ايام بالعراق اذكر من الايام اللي يقضيها ويا زوجته ويا أطفاله ولاحظ حضرتك اه اكو مسؤولين يعني يمدحون ويمجدون بايران وتدخلها بالعراق وتفريحات ابراهيم الجعفر يا خير دليل على ذلك أستاذ عمر لكن العتبع السياسيين الفازين من السنة اللي باعوا كرامتهم وشرفهم مثل ما قلت لك الاجل حتنا من الدولارات نعم ابو ناصر من تركيا كان معنا شكرا لك ابو حسين من اديالة فضل ابو حسين سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شونك أستاذ عمر أهلا وسهلا بك أستاذ عمر أنا بسر دحشيلة على فتشر هذا النسبة لديالة ناحية السعودية نعم ناحية السعودية ضارة 65 محررة 18 قرية 45 ألف نسمة بتاع كل كله 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 نساء هذا بخامة هذا وغليم وغير وغليم لا مساعدات ولا 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 حكومة لا منهج نعم يعني يمنعهم من يرجعون للسعودية ابو حسين ابو حسين تسمعني نقطع الاتصال مع ابو حسين من من ديالة ابو محمد من بابل تفضل ابو محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ملا كامة إيران تدعم أحزاب عراقية بالعراق السنية كانت شيعية نعم وهذه من أطول المسلمين التي عراقية كان مستضعف شيء مصبعت إيران تدعم شيء مصبعت خليها تقدمها للشعب مباشرة يعني أبو محمد يعني أنت تقول هذه من أساسيات المسلمين زين أنا أط المرشح فاسد صار لك مصطع السنة يسرق من أموال الدولة باعتراف الحكومة نفسها باعتراف اللجنة النزاهة والبرلمان زين أنت تبرر تمويل إيران لهذه الأحزاب زين ما خلي إيران تجي و تقول يا أبو أنا متبرعة أريد أبني لهذه المدينة على حسابي في سبيل الله بما أنهم هم مسلمين تفضل إيران تدعم حركة حماس في المصلحة لكودة أنهم مسلمين مستضعفين أمام إسرائيل تدعم المسلمين المستضعفين وهذا لا تريد منهم تكرا ولا جزاء ما تريد منهم شي هذا من أصول المسلمين مومة الباقية أكو أحزاب تقايب هذه الدول من تطيع فلوس تموينها في العراق غلط على كافة المسلمين غلط على كافة العراق مثل ما أرسلت ميليشيات وقوات وقتلت الناس الأبرياء في المدن بحجة إخراج تنظيم الدولة ما قلت نكمل لا أتفضل أتفضلي مثل أنت وذا عدتكم أنتم منطقة تلكريتور رمادي أنتم شردتوا غادي هي قل لأزامة الميليشيات تحررت أراضيكم غير أمريكا غير أمريكا بطيرانها ماشي غير أمريكا بطيرانها أمريكا بطيرانها هدمت هذه المدن حتى تدخل بها ميليشيات إيران التي تقول عليها حررت هذه المناطق إيران جاءت متأخرة كيف متأخرة أمريكا موجودة في العراق كيف جاءت متأخرة أمريكا منذ بداية تشكيله وأكد أن بلاده استغلت وجود التنظيم لتجميع الفصائل المسلحة الموالية لها شو تقول بهذا التصريح هذا كلامي أنا ما أدري سمعت من عندك بس هذا كلام هذا كلامه هو مو كلام هذا كلامه مو كلام امتداد وي الدولة الإيرانية من 1400 سنة لعهد الرسول هم مسلمين مزمان يتعاطفون مع الشعب العراقي إذا أنت مستفاد من إيران ماشي إذا أنت مستفاد من إيران لا لا أقول لك لا لعهد ليش تدافع عليها أنت عراقي لو إيراني أنا أنا بالحصار آكل تمن وآكل شكر تودين إيران ذاك الحصار الكريم والسحودية منها قاب عادة كلنا عشنا أيام الحصار المرة أبو محمد لا حدي زايد على العراقي في ذيش الفترة كل العراقيين عاشوا الظلم والحصار أنا سألتك السؤال أنت عراقي لو إيراني عراقي عراقي إيراني شكري منها أنا أفتخر لأ أفتخر تمام هاي أفتخر على راحتك أبو محمد من باب الكلام معنا يفتخر بأنه إيراني نعم معنا اتصال يوسف أميم من بغداد تفضل يوسف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا بن حب نقول لأبو محمد قررت عينك يا أبو محمد إذا تفتخر أنت إيران اللي ذبحت الأسرة واللي حاربت العراق والعراقيين 8 سنوات قررت عينك وقررت عين أهلك وقررت عين مرتك زيان هو وليسمع يعني كأنما يتقول إحنا رايحين رايحين بأمريكا لنحارب يعني رايحين بأمريكا لن ناخذ من ناخذ موافقة البرلمان حبيب ونشوف صحرات كريت وغير صحرات كريت قوائد متمركزة أمريكية واحتلال موجود والأمريكان موجود والإيراني بس أرد أسأل سؤال لأبو محمد أنا طبعا ليس دفاعا لا على السعودية ولا على الرجال العراقي أفتخر بعراقيتي بجنسيتي العراق الواحد الموحد نعم أحب أقول لأبو محمد هنفد يوم من الأيام صبحت أنت إذا مو يلقون القبض على زائر إيراني ويا مخدرات الحد البارحة الحد البارحة زيان بالحجود الإيرانية العراقية ترياكل وأيضا بالنجس زيان وإننا يا بابو محمد عيني قلبي تاج راسي تراني هماتي أنا يعني رجال لأمن الغربية ولا أهم يحزن الله وكي لكم محمد كفيل كان من بني لا زيان الجماعة المخدرات أنت فتحت لنا باب المخدرات الجماعة تطوروا إيران قامت ترسي للمخدرات بطائرات مسيرة تعبرها من الحدود الإيرانية العراقية عن طريق محافظة ديالة هذا الخبر تناقلت وسائل الإعلام العربية والأجنبية قبل ثلاثة يام بالضبط سؤال بربك أردسيلك سؤال نحن مدفعا عن صدام حسين صدام حسين راح وانته الموضوع وما كل أحد مخدرات الله يبعدنا وتريا كوكرستان هاي الأمور تسمعها لا طبعا الإعدام الحكم كان إعدام ما بيها ألف رحم وما كنا نسمع نادرا ما بالسنتين بين ثلاثة نسمع واحدكم شو بيدا حباي حس عم كلوات كلوات عم كلوات نعم قبل تقريبا أسبوعين ثلاثة يكم شو واحد بالمنصور نعم بدلوا الدعوة مالترين المخدرات إلا حق طولة شاي مالي عبس وطلع أو فراج بثمن دفاتر ومدير طلع عبس ما بذكر اسمه تذكر موظفين عالم ذموني ذمه نعم ابن محافظ النجف في غابة المخابرات ابن محافظ النجف لا عمي هذا رجال كان وياهم يعني موقف طولي الرجال كان زيامو غيروها للدعوة يا اشقاعد تحكي يا أخي يا أخي اشقاعد تحكي كل ما بني على باطل فهو باطل كل هالموجودين الساسة والغير الساسة وبعض رجال الدين تسعين بالمئة ما قول لك يعني مرد حظنا وبختنا أكو رجال الدين أشراف نعم بس أنا أردقول شغلة وحدة أردقول شغلة وحدة أناشد السيد السستاني سيد السستاني أناشد أني يصدر فتوى مال مجرب لا يجرب هاي صارت قديمة سمعناها منذج نقول تحريم لأن احنا أكو ناس المواطنين سيد السستاني والوكلة أحب أن أصلم رسالة أنه بعض المواطنين ما يأخذون الكلام إذا ما تفشت تقول هذا حرام ما هذا حالة فيا أخوان ايش تقول لدولة حرام بقعوا للعراق دمروا للعراق 6 مليارات ترميزانية الانتخابات تدري لو ما تدري استاد 6 مليارات أمي العراقيين قامي بيعون بزرتهم والله تعال شوفوا الفيسبوك ألني واحد شاب أنا عارض كينيتي للبيع شاب عارض ابني للبيع والله عالفي أسبوك لما أشوف نقوم نبتش وندقوه نلطم زيانة وغيرها 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 شتحت شي شتقول زيانة وهسة تعال شوف لك الدنيا مقلوبة هنا أنا بعض طبعا تقريبا 1% من العراقي ما أقول لك 10 و 20 هاشتاج لا هلا ولا مرحبا ليش أنا اليوم أردبني دولة أردبني دولة أردبني إراقي أردبني بلدي ليش لا هلا ولا مرحبا بولي الأهد من وطاكم ملعب ملعب هاي المليارات اللي لدي تفرف يعني يعني بسعودية شتري يساوه بعد والله عم السعودية صاحب الفضل للعراق أنا قلت لك لا ويا أفلان ولا ويا أعلان زيانة وأني أول مرحبين بولي الأهد السعودي وقلي على رأس وأتمنى يكون عندي ضيف في البيت زيان أتمنى يكون عندي ضيف في البيت لأن أشرف من دولة دي جزونا مخدرات وغير مخدرات هذا بعض ما نقول نعم طبعا قيس بالمناسبة بس قبل ما تروح وزير الخارجية البحريني قال بأن قيس الخزعلي يحاول ابتزاز الرياض ومحاولة الحصول على أموال منها يقول هذا بالخفاء أما بالعلن فهو يتهجم على السعودية نعم نعم أخي الكريم قلت لك الأراقين كلهم معه وإن شاء الله إذا هو العبادي إذا هو العبادي شريف وبن حلال خلي جرد السلاح من الميليشيات لأن هسا الميليشيات إذها سلاح أكثر من الدولة عندك علم لو ما عندك علم بأنواع الإسلاح موجود نعم أي خليوا رحوا لها المدينة صدر ورسد كل السلاح موجودة قبل أربع خمسة أيام من اللي كتل مدير حماية مكتب حيدر العبادي العميد المرشدي نعم والله حسب ما تناقلت وسائل الإعلام يقولون على أساس سرايا السلام سامرة وقتله على أساس هو معاندهم ومداخل وقال ليأخذ أمر من عندهم ماكو تلسيق ماكو تنسيق أخي ماكو تنسيق إذا بهاليوم لعد إحنا ليش الغلط اللي صار عندنا إحنا بالعراق تيجي قوة ممنس قوية القوة الموجودة احتقلت هذا وراح وراء ثلاث يام نقوم مقتول بالشارع نعم بعد هذا الدل مربي بالعراق وغلبهم نيخذهم بدون مذكرة اعتقال وقضاء حسبي الله ونعم الوكيل إحمن قرغل حسبي الله ونعم الوكيل أنا أشكرك يوسف من بغداد كان معنا معنا اتصال الزهراني من السعودية تفضل السلام يا عمر نعم وعليكم السلام ورحمة الله أولا تحية للصديق العربي العصيل قبل يوسف نعم اثنين احنا العرب لازم نكون مع هذا الاحتلال الايراني الفارسي هذا احتلال قديم من علاف السنين كل ما قام نهضة في العراق دمروها هم عداء فلو تشوف سياستهم مكشوبة يدعموا داش يدعموا القاعدة يدعموا الميليشيات ينشؤون حزاب أنا أتحدى في أي دولة عربية تروح تنشي حزب في إيران إيران ما عندهم حزاب عندهم حكم دكتاتوري متخلف جال قاتل 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 هذا النظام الخميني اي شي نشوف في الدول العربية يحتللنا بموجب الأحزاب أحزاب وهو عسكرية وسياسية شارك في السلطة وعندهم عصابة للقتل ولكتراخين كلهم يتبايعوا الخميني بايعوا الخميني زهران لازم يكون عندنا صحوة عربية نطرد الأحزاب من البلاد العربية كلهم حزب العوذي اليوم إيران برأي زهران اليوم إيران برأيك لما تقدم تمويل مادي إلى الأحزاب اللي تدعي تمثيلها للسنة برأيك أنت كمواطن عربي شو تريد إيران من هؤلاء شوف يا عمر لازم نصل مرحلة نصحة التاريخنا العربي ليس لها علاقة إيران الفارسي في تاريخنا العربي هم يضحف علينا بموجب الفتن أو الحروب القديمة أو القيادات العربية من عهد عمر بن خطاب هم أعداء العرب هم يدعمون داعش يدعمون القاعدة يدعمون أحزاب عربية سنية شيعية كل من يخرب العراق أو أي دول عربي يدعموه لا تفكر إنهم بس شيء اسمه شيعي لا في شيعي ولا في سني في الإسلام هم عرب ديننا واحد وحن أحفاد الفاتحين لكن هم أبغى من الشباب الجيل الجديد لا يدرس الحكم والقراهية وليس لهم علاقة في الحروب قديمة وقيادات عربية وقدم اللي عليهم وانتهوا لكن هنا مشكلتنا يربطون العرب بالتاريخ القديم ما نبغى التاريخ القديم نعم زهران من السعودية شكرا لك زهران من السعودية معنا اتصال عثمان من بابل تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تحياتي للأخ زهران من السعودية حياك الله تفضل بالنسبة لإيران نعم ايران هي تاج راسك وتاج راس العرب تاج راسك انت مو تاج راسي ثانيا اطلعت باسمك الحقيقي تعليش خايف اذا انت سبع هيش ومسيطر وإيران تاج راس العرب اطلعت باسمك الحقيقي يعني كون شجاع نعم معنا او نقرأ بعض رسالة واتساب أبو عارف من بابل يقول تحية لك أستاذ عمر ولي قناتكم الكريمة دعم ايران للأحزاب السنية يأتي ضمن تعزيز النفوذ وتعزيز قوة الأصوات السنية الداعمة لمشروعها حيث ان ايران تتوقع بان الامريكيين يحاولون السيطرة على القرار السياسي وان اقرب حليف متوقع للامريكان في المرحلة مقبلة هم السنة كونهم عانوا من التهميش والتدمير لمدونهم والقتل والاعتقالات لذلك فالايرانيين يحاولون تعزيز قوتهم أكثر بعد سيطرتهم على القرار الكل للسياسيين الشيعة لا بد من عمل نفس الشيء مع السياسيين السنة عباس شيشاني يقول تحية لكم ولي قناتكم أستاذ عمر هي ايران تبوق من العراق اللحم وتبيع على مرتزقتها اللي بالعراق العظم يقول في رسالة أخرى السلام عليكم علامة البصر أخي العزيز حكومتنا جميعا عملاء ليران لذلك لا نتفاجأ من البلد بيعج بالميليشيات وخاصة على العمائم الذين دمروا البلاد وهلكوا العباد معناه اتصال أم عبد الله من بغداد تفضل يوم عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله لحياتي لك ولي قناتكم ولمشاهدينا حياتي ما طول انفتح الموضوع عن السعودية وعن تركيا لا احنا عدنا ووضوع محدد احنا عدنا تمويل الايران لأحزاب تدعي تمثيلها للسنة الوقت يجاهمني يعني أفضل من السعودية وتركيا يقومون بعملية تنظيف الموصل والأنظار حتى يقومون حتى لأنه ايضان الصيف والموقف ترى خطير بالنسبة للشعب العراقي يعني خاصة أهل الموصل نعم فأني أطلب شركات انه تدخل بعملية تنظيف الموصل وتنظيف الأنبار وصلاح الدين من المقدسات التي تركت نتيجة الحارف وأما بالنسبة إلى موضوعك أستاذ أنه الايران تريد قلقة جدا من الأحزاب الشعية المتناحرة فيما بينها يعني إيران إذا متى تقف إلى جانب الأحزاب الشعية رح ستسبب مشاكل إلى إيران نعم وإذا تغير النظام ضد إيران رح العراق يقوم بعملية تصدير النفط 7 مليون برميل فهذا رح يأثر على إيران لهذا أنه نشوف أنه إيران مقفة دائما مع السياسيين ومع السنة السياسيين هي مبولوهم في سبيل أنه حتى تمشي أمور المعنى اللي هي ضد الشعب العراق معبد الله من بغداد كانت معنا شكرا لك أعزاء المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن تمويل إيران لأحزاب تدعي تمثيلها إلى أهل السنة شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله اشتركوا في القناة